لنفترض وجود هذه المصوفة B وأريد معرفة الفضاء الفراغي لها لقد قمنا بإيجاده مرات عديدة في السابق لكن هذه مراجعة الفضاء الفراغي للمصوفة B هو عبارة عن جميع المتجهات X التي تنتمي إلى المجموعة R5 لأن المصوفة تحتوي على خمسة أعمدة حيث أن ناتج ضرب المصوفة B في المتجه X يساوي 0 ذلك هو تعريف الفضاء الفراغي أحاول إيجاد مجموعة حل المعادلة ناتج ضرب المصوفة B في المتجه X يساوي 0 لقد شاهدنا مسبقا أن المجموعة الخالية لمصوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة B تساوي المجموعة الخالية للمجموعة B ما هي مصوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة B؟ إيجاد المصوفة المطلوبة سهل جدا سأقوم بإزراء بعض الخطوات على المصوفة B لجعل القيمة الأولى في الصف الثاني تساوي 0 سنقوم باستبدال الصف الثاني بقيم الصف الثاني مطروحا منها قيم الصف الأول ما هي القيم الناتجة؟ لا تتغير قيم الصف الأول قيم الصف الأول هي 1 و1 و2 و3 و2 في الصف الثاني قيم الصف الثاني مطروحا منها قيم الصف الأول إذن تصبح القيم كالتالي القيمة الأولى العدد واحد مطروحا من 1 يساوي 0 القيمة الثانية العدد واحد مطروحا من 1 يساوي 0 القيمة الثالثة العدد ثلاثة مطروحا من 2 يساوي 1 القيمة الرابعة العدد واحد مطروحا من 3 يساوي سالب 2 والقيمة الخامسة العدد أربعة مطروحا من 2 ويساوي 2 يحتوي العمود الثاني على متغير حر ويحتوي العمود الثالث على متغير محوري وهو العدد واحد لذلك سأتخلص من العدد اثنين في نفس العمود عن طريق استبدال قيم الصف الأول بقيام الصف الأول مطروحا منها قيم الصف الثاني مطروبة في اثنين تبقى قيم الصف الثاني على حالها الآن وهي القيم صفر وصفر واحد وسالب اثنين واثنين قيم الصف الأول هي القيمة الأولى العدد واحد مطروحا من العدد اثنين مضروبا في صفر ويساوي واحد القيمة الثالثة العدد واحد مطروحا من العدد اثنين مضروبا في صفر ويساوي واحد القيمة الثالثة العدد اثنين مطروحا من العدد اثنين مضروبا في واحد ويساوي صفر القيمة الرابعة العدد ثلاثة مطروحا من العدد اثنين مضروبا في سالب اثنين ويساوي العدد ثلاثة مضافا الي اربعة ويساوي سبعة اليس كذلك القيمة الخامسة العدد اثنين مطروحا من العدد اثنين مضروبا في اثنين ويساوي العدد اثنين مطروحا من اربعة ويساوي سالب اثنين هذه المصوفة الناتجة هي مصوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة B ولإيجاد الفضاء الفراغي سأقوم بذرب المصوفة الناتجة في المتجة X ذو القيم X1 و X2 و X3 و X4 و X5 و يساوي ناتجة ضرب المتجة 0 ذو القيم 0 و 0 سأقوم بكتابة هذه المعادلة على شكل نظام من المعادلات سأكتب المتغيرات المحورية باللون الأخضر المعادلة الأولى هي المركبة X1 مضافاً إليها العدد 1 مضروباً في المركبة X2 المركبة X1 مضافاً إليها العدد 1 مضروباً في المركبة X2 أي المركبة X1 مضافا إليها المركبة X2 مضافا إليها 0 مضروبا في المركبة X3 مضافا إليها العدد 7 مضروبا في المركبة X4 مطروحا منها العدد 2 مضروبا في المركبة X5 يساوي 0 المعادلة الثانية هي 0 مضروبا في المركبة X1 مضافا إليه 0 مضروبا في المركبة X2 مضافا إليها العدد 1 مضروبا في المركبة X3 ويساوي المركبة X3 مطروحا منها العدد 2 مضروبا في المركبة X4 مضافا إليها العدد 2 مضروبا في المركبة X5 يساوي 0 لنقم بإيجاد معادلة المتغيرات المحورية وهي X1 و X3 المتغيرات الأخرى X2 و X4 و X5 هي متغيرات حرة حيث يمكن جعلها مساوية لأي شيء ما هي معادلات المتغيرات المحورية؟ سأكتب المعادلات باللون الأخضر فاختيار اللون للترميز مفيد المتغير X1 يساوي سالب المتغير X2 مطرحا من العدد 7 مضروبا في المتغير X4 مضافا إلي العدد 2 مضروبا في المتغير X5 لقد قمت بترحي المتغيرات باللون الأصفر من طرفي المعادلة المتغير X3 يساوي العدد 2 مضروبا في المتغير X4 مطرحا من العدد 2 مضروبا في المتغير X5 لكتابة مجموعة الحل على شكل متجه يمكن كتابة أن مجموعة الحل أو الفضاء الفراغي هو جميع المتجهات المحتملة X التي تنتمي إلى المجموعة R5 وتحتوي القيام X1 و X2 و X3 و X4 و X5 وتساوي تركيبات خطية من المتغيرات الحرة المتجه X يساوي المتغيرات X2 مضروبا في متجه ما مضافا إليها المتغير X4 مضروبا في متجه ما مضافا إليها المتغير X5 مضروبا في متجه ما قمنا باستثناء المتغير X3 لأنه ليس متغيرا حر لنقم بإيجاد هذه المتجهات لا أريد أن تبدو كتابات فوضوية لم أحترف استخدام أداة الكتابة هذه بعد لذلك سأقوم بإعادة كتابة تلك المعادلة في هذا الموضع المتغير X3 يساوي العدد 2 مضروبا في المتغير X4 مطرحا من العدد 2 مضروبا في المتغير X5 وسأقوم بحذف النسخة الأولى منها للحصول على مساحة إضافية أعتقد أن هذا كافي أستطيع العودة الآن إلى ما كنت وأفعله في السابق إذن المتغير الأخير X5 مضروبا في متجه ما هنا ما هي هذه المتجهات الثلاثة؟ يجب أن نستخدم المعادلات التي قمنا بكتابتها على اليمين المتغير X1 يساوي العدد سالب 1 مضروبا في المتغير X2 مضافا إلي العدد سالب 7 مضروبا في المتغير X4 مضافا إلي العدد 2 مضروبا في المتغير X5 هذا جيد ماذا يساوي المتغير X3؟ إنه يساوي العدد 2 مضروبا في المتغير X4 أليس كذلك؟ فلا وجود للقيمة X2 في المعادلة مطروحا من العدد 2 مضروبا في المتغير X5 القيمة الأولى هي 0 مضروبا في المتغير X2 بسبب عدم وجود المتغير X2 ماذا يساوي المتغير X2؟ يساوي المتغير X2 مضروبا في 1 بينما باقي المتغيرات مضروبة في السفر أريد منك الانتباه إلى أن المتغير X2 متغير حر إذن يساوي نفسه وبالتالي القيم المناظرة هي 1 و 0 و 0 والمتغير X4 هو متغير حر أيضا وهذه هي النقطة المهمة في هذا التمرين المتغير X4 يساوي نفسه أيضا أي العدد 1 مضروبا في المتغير X4 لا نحتاج لوضع قيم في المتغيرات الحرة الأخرى وينطبق الأمر ذاته على المتغير X5 إنه يساوي العدد 1 مضروبا في المتغير X5 ولا توجد قيم للمتغيرات الحرة الأخرى جميع حلول المعادلة ناتج ضرب المصوف B في المتجة X يساوي 0 أو ناتج ضرب مصوفة نموذج درجة صف المخفض للمصوف B في المتجة X يساوي 0 سوف تبدو هذا الشكل أي أنها تركيبة خطية من هذه المتجهات أسمي المتجه الأول في 1 والمتجه الثاني في 2 والمتجه الثالث في 3 المتغيرات X2 وX4 وX5 هي أعداد عشوائية تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية أستطيع اختيار أي تركيبة لإنشاء مجموعة الحل أو لإنشاء الفضاء الفراغي الفضاء الفراغي للمصوف A الذي يساوي الفضاء الفراغي لمصوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصوف A يساوي جميع التركيبات الخطية المحتملة من المتجهات V1 وفي 2 وفي 3 ويساوي مدى المتجهات V1 وفي 2 وفي 3 لقد قمنا بهذا مرات عديدة في السابق والسبب قيامي بهذا التمرين هو لتحديد إذا ما كانت المتجهات تشكل مجموعة مستقلة خطيا والسؤال هو هل المتجهات V1 وفي 2 وفي 3 مستقلة خطيا؟ وهذا مهم لأنه إذا كانت مستقلة خطيا فهي تشكل قاعدة للفضاء الفراغي أليس كذلك؟ نعلم أن مدى هذه المتجهات هو الفضاء الفراغي لكن بكونها مستقلة خطيا يتحقق شرطي المعادلة وهما أن يكون الفضاء الجزئي مدها وأن تكون مستقلة خطيا لنقم بتفحص المتجهات إذن يحتوي المتجه في 1 على القيام 1 في الصف الثاني لأنه مرتبط بالمتغير الحر X2 بينما تحتوي بقية القيم المناظرة في المتجهات الأخرى على 0 في المجموعات المدى وقد نتج ذلك بسبب ضرب المتغيرات الأخرى في 0 أليس كذلك؟ وينطبق هذا على أي مسألة خاصة بالفضاء الفراغي إذا كان المتغير الحر يعبر عن القيمة الثانية توجد القيمة 1 في الصف الثاني للمتجه بينما تحتوي المتجهات الأخرى المرتبطة بالمتغيرات الحر الأخرى على القيم 0 في الصف الثاني هل يمكن التعبير عن المتجه في 1؟ بأنه تركبة خطية من المتجهات في 2 وفي 3 لا يوجد ما يمكن ضربه في القيمة 0 في الصف الثاني من المتجهات في 2 وفي 3 للحصول على القيمة 1 بل الناتج هو 0 إذن لا يمكن التعبير عن المتجه في 1 بأنه تركبة خطية من المتجهات في 2 وفي 3 وبالمثل يحتوي المتجه في 2 على العدد 1 في الموضع الرابع ولماذا ذلك الموضع بالتحديد؟ لأنه مرتبط بالمتغير الرابع X4 يحتوي المتجه على القيمة 1 في الموضع الرابع بينما يحتوي المتجهان في 1 وفي 3 على القيمة 0 دائما في نفس الموضع وبالتالي لا يمكن أن تشكل أي تركيبة خطية منهما المتجه في 2 إذن لا يمكن التعبير عن المتجه في 2 بأنه تركيبة خطية من المتجهات في 1 وفي 3 في النهاية يحتوي المتجه الأخير على القيمة 1 في الموضع الخامس بينما يحتوي المتجهات الأخرى على القيمة 0 إذن لا توجد تركيبة خطية من القيم 0 تساوي العدد 1 المتجهات الثلاثة في 1 وفي 2 وفي 3 مستقلة خطية حيث لا يمكن إنشاء أي منهما بواسطة تركيبة خطية من المتجهات الأخرى بناء على ما سبق ينتج أن مجموعة المتجهات في 1 وفي 2 وفي 3 تشكل قاعدة للفضاء الفراغي للمصوفة B يجب أن أكون حاذرا هنا فقد قمت بتسمية المصوفة الأولى B لأجل التنويها إذن الفضاء الفراغي للمصوفة B يساوي الفضاء الفراغي لمصوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصوفة B من الجيد التبديل بين الرموز من آن لآخر قد تبدأ في التفكير في كل مصوفة بأنها المصوفة A ويساوي الفضاء الفراغي مدى المتجهات في 1 وفي 2 وفي 3 التي ذكرنا أنها مستقلة خطية وهي مستقلة خطية لأنه لا يمكن الحصول على القيم 1 من القيم 0 تشكل المتجهات الثلاثة قاعدة للفضاء الفراغي للمصوفة B يطرح هذا سؤال مثيرا للاهتمام قمت في مقطع الفيديو السابق بتعريف الأبعاد سأقوم بتعريف الأبعاد مرة أخرى بعد الفضاء الجزئي يساوي عدد عناصر قاعدة الفضاء سأقوم بتعريف الأبعاد مرة أخرى بعد الفضاء الجزئي يساوي عدد عناصر قاعدة الفضاء لقد تكبت الكثير من العناء في مقطع الفيديو السابق لتوضيح أن جميع قواعد أي فضاء جزئي تحتوي العدد ذاته من العناصر إذن فهي محددة سؤالي الآن ما هو بعد الفضاء الفراغي للمصفوفة B؟ البعد هو عدد المتجاهات الموجودة في مجموعة تشكل قاعدة المصفوفة B حسناً تشكل هذه المجموعة من المتجاهات التي أضعوا تحتها خطاً باللون الأزرق قاعدة للمصفوفة كم عدد المتجاهات الموجودة فيها؟ توجد ثلاثة متجاهات إذن بعد الفضاء الفراغي للمصفوفة B هو ثلاثة ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة أخرى يوجد مسمى آخر لبعد الفضاء الفراغي B وهو مصطلح نيولتي ويعني بعد الفضاء الفراغي باللغة الإنجليزية إنه مجرد طريقة أخرى للتعبير عن نفس المفهوم لنفكر في هذا ما هو بعد الفضاء الفراغي لأي مصفوفة؟ يوجد دائماً عدد من المتجاهات مساوي لعدد المتغيرات الحرة وبشكل عام بعد الفضاء الفراغي لأي مصفوفة؟ لنفترض المصفوفة A يساوي عدد الأعمدة ذات المتغيرات الحرة أو عدد المتغيرات الحرة في مصفوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصفة A أو يمكن التعبير عنه بعدد الأعمدة اللامحورية في المصفوفة نموذج درجة الصف المخفض للمصفة A لأنه في الأساس عدد المتغيرات الحرة التي يمتلك كل منها متجها مستقل خطيا مرتبطا بها أليس كذلك؟ عدد المتغيرات الحرة هو عدد المتجهات الموجودة في قاعدة الفضاء الفراغي وعدد المتغيرات الحرة هو عدد الأعمدة اللامحورية في مصفوفة نموذج درجة الصف المخفض الأعمدة التي يقوم بإحاطتها هي أعمدة لامحورية وهي مرتبطة بالمتغيرات الحرة X2 و X4 و X5 إذن بعد الفضاء الفراغي لمصفة ما هو عدد الأعمدة اللامحورية في مصفوفة نموذج درجة الصف المخفض لتلك المصفوفة على أي حال آمل أن تكونوا قد وجدتم ذلك مفيدا بعض الشيء